الاحتجاجات في إيران مستمرة وسط حملة قمع واعتقال واسعة فريدة مراد خاني ابنة شقيقة المرشد علي خامناء والنشطة السياسية المعارضة جددت معارضتها لنظام خالها عبر مقطع فيديو من مكان اعتقالها في العاصمة طهران ووجهت ابنة شقيقة علي خامناء رسالة للمجتمع الدولي بوقف التعاون مع النظام الإيراني داعية للمنظمات الحقوقية الدولية بعدم التخلي عن الشعب الإيراني وعدم الاكتفاء بالبيانات بل اتخاذ خطوات عملية ضد النظام معتبرة أنه يجب على العالم أن يسحب سفراءه وبعثاته الدبلوماسية من طهران وأن يقوم بطرد السفراء والدبلوماسيين الإيرانيين كمثال على دعم الشعب الإيراني الذي سيواصل احتجاجاته مهما كلف الأمر